السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة خوخة تمنى تكونوا بخير و على الف خير و ان شاء الله يدخل لنا رمضان بالصحاول هنا يربي و يرفع العبلاء و جبت لكم اليوم حلوى من حلويات رمضان الكريم لزهارات رمضان اقتصادية 100% و مكوناتها متوفرة في كل منزل و هي جهشة و مقرمشة من بره و كذلك مع اسنه و ابنينا من داخل بسم الله روحوا الى المقادر بدون اضالة نحتاج الى كأسين منه و نحتاج كذلك الى حبة بيض نحتاج الى ملعقة صغيرة من خميرة الكيميائية قرصة من الملح ربع كأس زيت و نحرك المكونات بالاصابع اليدين ثم نضيف قليل من الماء قد يكون قليل من موشوفة حتى تتملك العجينة و تبقى تلسقلك في يدك نقوم برش الفرينا على طاولة العمل و نواصل لك العجينة حتى تصبح طريقة ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى خمس كريات متساوية ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق بعد مرور عشر دقائق نقوم برش النشاء لهو المايزينوم على طاولة العمل ونأخذ الكرية الأولى من العجين رمدها جيدا في النشاء لهو المايزينوم ونفتحها بالحلال على شكل دائرة وتكون رقيقة شوية بعدما فتحت جميع الكريات أقوم بوضع النشاء المايزينة بكمية لا بأس بها فوق العجينة وأقوم بوضع العجينة الثانية فوقها وهكذا دوالك يعني بين كل طبقة وطبقة أضع كمية لا بأس بها من النشاء حتى أنتهي من الطبقات تابعي الخطوات سيدتي وستنجحين فيها من أول مرة تقومين بتحضيرها والآن أفتح العجينة يعني رقيقة بزعف بهذا الشكل لاحظي هنا أختي أن العجينة يعني طبقات تنفصل بكل سهولة ولكن بشرط أن تكتري من المايزينة اللي هي النشاء بين طبقة وأختها لكي يعني تسهل إزالتها بكل سهولة هنا دوبت الزبدة ونطليها فوق العجينة وهنا عندي كوكاو أي فول سوداني حمر حمرته في الكوشا يعني قليته وطحنته بهذا الشكل وتجيبي الحلال تاعك إذا كان عندك واحد رق منه يعني رقيق شوية عليه أخدمي به والعجينة تكون رقيقة وحساسة لازم تتعفيها بالشوية كما هكذا تمسكي من الطرفين وتضغطي ما كانش أسهل من هذا الشيء بهذا الشكل وتكني وجدتي صينية اللي تدخل الفرن دهنيها بشوية زبدة وتحطيها وتشعليليها يعني الفرن تشعليليها من قبل ليكون ساخن وتديريها الطيب وقبل ما تديريها الطيب لازم تدهنيها من فوق بالزبدة دايبة تحضريها بسرعة وما تاخدش منك الوقت أبدا ولا التعب أبدا هنا طابت معايا وتحمرت ولازم تنقسي لها الفرن يعني متخليهاش على درجة حرارة قوية ومن الطيب معنا تكبي عليها العسل العسل يكون تقيل وهي تكون ساخنة شوفوا ما شاء الله كيفاش خرجت معايا مقرمشة من برا وطيبة من الداخل مناسبة جدا لسهرات رمضان شهر ياربي يرفع عنا الملاء وترجع المساجد تفتح من جديد جربوا هذه الوصفة وردوا عليها في التعليقات وغادي تعتمدوا عليها في شهر رمضان أكيد وهي اقصادية مئة بالمئة وابنينة بزاف وكما عود لكم شعارنا ابقى في دارك اشتركوا في القناة